بضعة سية ابتدعها نور المالكي وتبعه خلفائه فيها أوقعت آلاف العراقيين الأبرياء في المعتقلات وتسببت في معاناة ذويهم نظام المخبر السري الذي أوجده نور المالكي كأحد أسالب تحصيل المعلومات الأمنية بمنح مكافأة مالية للأشخاص الذين يقومون بإدلاء معلومات أمنية وعادة ما تتبنى قوات الأمن هذه المعلومات في التحرك ضد الأشخاص الذين تستهدفهم وقد تسببت شايات من عملوا في إطار هذا النظام في زج عشرات الآلاف من الأشخاص في السجون علما بأنه تم تقديم معلومات غير صحيحة في كثير من الأحيان طمعا بالمال أو بسبب عدوات أو مشاكل شخصية مجلس القضاء عام 2014 أقر بتسبب هذه الآلية بمشاكل عدة وإلحاق الظلم بالمواطنين ففي بغداد وحدها نحو 500 مخبر سري قدموا بلاغات كاذبة بحسب مجلس القضاء ولا توجد إحصائية رسمية حول ضحايا نظام المخبر السري في العراق لكن سياسيين وحقوقيين يتحدثون عن عشرات الآلاف من الذين تم الزج بهم في السجون بسبب المعلومات التي قدمها مخبرون سريون خاصة بين عامي 2008 و2014 ورغم اعتراف حكومة العبادي بسلبية نظام المخبر السري إلا أنه ظل متبعا في عهده وعهد من جاء بعده حيث منح قادة وعمراء الألوية والفرق العسكرية بالجيش صلاحية التعاون مع متعاونين محليين لجلب وتوفير المعلومات لقاء مكافآت مادية فكرة المخبر السري لا تقتصر على التجسس واعتقال المواطنين فحسب بل لها أثر نفسي في المجتمع تستثمره الحكومات لنشر الرعب بين العراقيين وخلق أزمة ثقة بينهم أثناء حديثهم عن همومهم وصخطهم على فساد الحكومات كلا كلا للأعزاب